بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض في درس جديد من دروس تلسلة تصميم الخلفية. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الخلفية الجميلة دي هي تباني انها الى حد ما معقدة شوية لكن هي بسيطة جدا 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 وبتديك يعني امكانيات كتيرة انك تطلع اللي في دماغك لان برامتراتها متغيرة معنى كلمة برامترات عشان ما حدش تبقى غريبة بعد الكلمة القيم بتاعة الافكتاب بتاعتها كلها متغيرة وكل تغيير بيديلك شكل جديد خالص خالص طيب نبدأ مع بعض اول حاجة هنروح نعمل نيو كومب بضغط كنترول ان شرط كت من لوحة المفاتيح واقول له مسلا هسميها بي جي انت ليك الحرية انك انت تتنقي الخلفية اللي متأسف الكمبوزيشن اللي تعجبك نجرب نشتغل على انتي السي دي وان وايد سكرين كومبوزيشن تمام بعد كده بنعمل كنترول واي علشان نحط سولد جديدة هنسمي السولد دي فراكتال زمانكو خلاص يعني اضطهقتوا من الفراكتال نويز بس معلش يعني استحملوني بعد كده نروح لالافكت بتاعنا فراكتال نويز بالمناسبة يا جماعة الفراكتال نويز تس تسعين في المية من الخلفيات بيبقى هو اساسها اللي انا هعمله فراكتال نويز ده متأيتش بي اللي انا هعمله انت ليك الحرية غير زي ما تحب اللي انا هعمله فراكتال نويز متأيتش بي هنروح للفراكتال طيب انا شخصيا عاد تجرب كتير ويعني نجرب الماكس نروح للفراكتال او نويز طيب نقول له سبلاين صوفت لينيار لينيار لقبلاش بلوق خالص هو لينيار انا هبقى بين لينيار وبين صوفت لينيار اعتقد صوفت لينيار كويس بيديني ديتيلز اكتر الكنتراست ممكن اخليها تلت ومية حدش يستغرب سواني كله هيبقى واضح البرائتنس ممكن اخليها عشرة تبقى اوضح شوية الترانسفورم ممكن اخلي بتاعها التمانين بحيث يبقى عندي ديتيلز اكتر الافولوشن والتكليك وقول له تايم في اا مية واضغط زيره كده تمام هلاقي ان الافولوشن عندي شغالة يعني سرعة اعتقدنا سرعة مناسبة بس كده ده كل بعد كده هروح احط جميل قوي اسمه اللي هو بنستخدمه او انت لو انت هتلاحز لما انا حطه هتقول لي على طول ده بيتم استخدامه في الخلفيات اا الاسلامية وكده والكلام ده كل ادي شكل الكل دي بعد ما ضفناه اول حاجة بتاعك اللي هو الحجم بتاع كل واحدة من دول انا هعمله مية في المية بحيث هحصل على واحدة واحدة بس بعد كده هقول له او شكل التكرار هو هنا انا ممكن اخليه ممكن انت اتجرب الاشكال دي زي ما انت تحب انا هخلي بحيث يديني شكل النجمة على فكرة بيدي فكتات حلوة جدا 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 لايه دي انا موسك ممكن عايز ابقى خليه دايرة كاملة زي ده كده اربعتاشر درجة اا فلوتنج سنتر يبقى هيلف كل واحدة حوالين على فكرة جبعة كل واحدة من دول لها سنتر بوينت لو انت عايز الحركة تبقى على السنتر بوينت بتاع كل وحدة قول له فلوتنج سنتر بوينت عايزة تبقى حوالين السنتر بوينت بتاع الافكتات عمّة او سنتر بوينت مشتركة سيبها اا مش متعلم عليه طب بعد كده عايزين نلون اللافان دي ده. ممكن نروح على كالراما كالا كالا كالراما ونسحبه عليه بالشكل ده كده. نروح بعد كده على الاوتبوت سايكل اللي هي بتديني الاوتبوت بتاع الكالرز او الخارج بتاع الكالرز او النتيجة بتاعت الكالرز ونختار منها اي لون يعجبنا هنا وليكن فير بالمنظر اوي الشكل ده. طبعا الكنترست عالية اوي. ممكن نروح للفراكتال نويز ونخلي الكنترست مسلا بمتين بحيس نحصل على بعض التفاصيل ونخلي دي مسلا بسالب اه اربعين. خلاص بحيس يبقى عندي اه الديتيلز اللي انتم شايفينها. طبعا خلفية اختلفت عن ما انتم شفتوا لان طبعا انا قلتلكم ان اي تغيير في البرامترات بيحصل تغيير هنا في اه الشكل. بدل الكمبيليكستي ممكن اقول له تمانية مسلا هيديني ازيد. عايز كمان تباين روح لصاب بتاعة الفراكتال نويز. خلي بلك عندك هنا حاجة اسمها السابسكيلينج. اللي هي اهي geen seconds being seen. الحجم بتاع التفاصيل الصغيرة قوي او dettoilight الفراعية اللي جاي لك من كومبيليكستي للفراكتال نويز. انا لو انا قللت دي كده. خلاص زي ما انت شايف بدأت فيه تانية تبان كل ما تقل كل ما فيه بتبان بالمنظر ده فيه النقطة الظريفة دي شكلها حلو جدا. طبعا انت بقى تغير زي ما انت تحب فيه تعالوا بعد كده نروح نجيب افكت عايز تستخدمه ماشي مش عايز لا ممكن اللي هو اسمه ده لو انا عايز دي شوية تكسيم خلاص بس خلي بالك من نقطة لو خدت بالك هتلاقي فيه هنا مربع ظهر ليه لان انا شغال على ستاشر بيت ستاشر بيت عشان ندينه عمك لوني اكتر بس فيه افكتات ما بتشتغلش مع ستاشر بيت او مش بتبقى معاها فبيدي لك جنبها الاصفر اللي هشوفناه من شوية نضغط وكليك على التدرج اللوني هيرجعت لتمانية بيت لو رجعت هنا تلاقي الايه؟ الاااااا الا اتشالد بعد ما نزل الفاين د اتجز فيند اتجز على فكرة افكت بينزل على الحواف بتاعت الافكت اللي قابله انا ممكن اعمل امبيرت بحيث احصل على حاجة بالشكل ده ممكن اقوله بحيث يديني من الفراكتل نيز وفي نفس الوقت يظهر ااااااا يزهر ايل حواف بتاعت ااا الشكل طبعا لو انا قللت هيرجع لاصله مرة تانية خلوا بالكو انا ممكن اخليها بزيرو تمام وممكن ابدل بس اخلي الفايند ايجز قبل الكلورامة هيديني الشكل الجميل جدا ده خلاص على فكرة انا قلت لكم الاول ان الخلفية دي بالذات كل برامتراتها اا متغيرة تخليك تعمل اللي انت عايزه او اللي انت تحبه ممكن بقى بالشكل ده كده بحيس انا ازهرت هنا اا ازهرت مين الحواف بالمنظر ده كانت طيب نشيل فايند ايجز موقع او خلوا فايند ايجز تمام اا وهوريكو افكت تاني بس هنشيله على طول اسمه اا ام بوس اهو ام بوس شفتو ام بوس عمل ايه حفرها اذا لما حب اعمل شكل اكنه مجسم او محفور في حيطة ممكن ااخد اا فايند ايجز بعد ام بوس خلاص او قابله بعد الكالرامة ممكن كمان ان انا احطه قبل الكالرامة واحط الام بوس هو راخر قبل الكالرامة عشان يده الكالرامة ينزل يلون شكل الحفر بالمنظر ده كده طبعا الام بوس لو انا زودت الريليف هيزود لي عمق الحفر بتاع الااا الافكت اللي عندي الكونترست لو قللتها شوية هيقالل هالي زودتها هيزود لي المناطق الفتحة جدا في الحفر اللي عندي بلندوز اوريجنال طبعا هيدمجوا مع الافكت اللي ونشيل فايند ايجز خلاص بعد كده تعالوا بقى نحط آآ حاجة حلوة اللي هي سيسي راديا الفاست بلر عشان يديني افكت زي الشاين بالزبط بس انا هخليه بدل ستاندرد انا هخليه على عشان يدهالي على المناطق الفتحة من الافكت عايز زود الري زوده تمام بالمنظر ده كده بس انا يعني مش عايز ازوده قوي انا اخليه ستين حاجة زي كده عشان ما 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 اتروحش تمام طبعا ارجع بقى للفريكتال نويز ممكن ازود الاضاءة بس كده فتحت مني او اخليها مسلا سالب اربعتاشر او اغمأ سنة آآ ممكن اغير في اخليها على فكرة هيديني افكت تاني بس الافكت ده هيبقى آآ اثناء الحركة لو انا روحت لترانسفورم غيرت خليته متين خلاص اداني شكل انعم لو انا روحت لخليتها بدل تمانية خليتها اربعة خلاص هتديني شكل انعم وانعم من الاول واعتقد اداتني شكل احسن بعد كده ممكن بقى ان احنا نعمل ايه ممكن ان احنا نزود كمان آآ اللي هو كنترول وي نحط خلاص نقول له ونعمل وكي بس لازم تخليها اصمر بعد كده بعد كده ناخد آآ لنس فلير ونسحبه على الفلير هنا ناخده في نقطة السنتر بوينت او ما ناخدوش مش مشكلة اه خلوه هنا عشان تشوفوا الفرق بعد كده نيجي على اللينس طيب ونختار مية وخمسة ام ام براين سبب بس ان انا اخترته انه بيديني اللي شكلها كويس دي بعد كده اقلب البلند مود لاد عشان تشيل آآ البلاك آآ دوت خالص طيب عايزين بقى لون اللينس ده عشان تغير لون وروح بقى لي آآ هيو وساتوريشن وخدها قاعدة اما تحب تغير لون اللينس فلير تروح لهو ساتوريشن وτέعمل كالورايز تمام وتغير لون اللينس زي ما انت حابب طبعا تشاف اللون على ال 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 التانية بس شوية ممكن احنا هنقلل الكونتراست حبة تمام بحيث ان احنا نبين آآ اللينس فلير بتاعنا آآ بعدك نرجع للفلير تاني خلاص نروح بقى ليه الكالورايز وتشوف هنديله لون اعمل ازاي اعتقد ان هو في في الحتة بتاعة التلاتينات دي بدأ يدي لون البرتقان شوية بعد كده انا عايز اللينس ده يبقى هو المصدر او ايه بحركته الفاست بلر تمام يتحرك يعني هو الفاست بلر كده مسلا خلاص وخلوا بالكو ان السنتر بوين بتاع الفاست بلر بصو بتعمل ايه بتحرك انا عايز بقى لما اللينس يتحرك خلاص الفاست بلر ده يتحرك معاه هو كمان عشان تعمل موضوع زي ده اعمل ريسيت الاول للسنتر بتاع الفاست بلر خليه بقى في نص اللير بتاعتك بعد كده تقوم جاي رايح ليه آآ الفلير وتقوم جاي او نتاك حرف بس الاول اللي اتنين مع بعض كده وبقى نتاك حرف الاي من الكيبورد عشان نجيب الافكتس بعد كده نفتح اللينس فلير ونفتح هنا السيسي راديا للفاست بلر كل انا عايز وانا عايز لما احرك الفلير الفاست بلر يتحرك معاه او العكس طيب خلونا لما نحرك الفلير ازا انا هعمل على السنتر بوينت بتاع الفاست بلر واربط السنتر بوينت بالبيكويب مع الفلير سنترز بتاع الفلير وخلو بالكو لما بربط اي برامتر من افكت مع برامتر من افكت تاني لازم يبقى نفس القيم بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا اجي اربط السنتر بوينت اللي واخد اكس و واي مع البرائتنس اللي واخده قيمة او برسنتج مش هينفع ومش هيربطه برضو ما ينفعش انا اربطها مع البليندوز اوريجنال ليه واخده برسنت او واخده قيمة اللي ينفع ان انا نربط الامونت مثلا انما حاجة واخده اكس و واي لازم تتربط مع حاجة واخده فوق برضو اكس و واي واضغط انتر من لوحة الارقام مش من لوحة المفاتيح بعد كده تعالى هنا كده تمام لو انت جيت كده على الانس فلير بقى خلاص وجيت تحرك هتلاقي ميلي بتحرك معا هتلاقي البلار يتحرك معا بتاعة الفلير طيب بعد كده تعالو بقى نضيف آآ الشبكة هنعمل Ctrl Y عشان نحط جريد اعتقد آآ وضحت من اسمها انا احط عليها افكت اي آآ اجي قده بعد كده هنا هوت على جريد واسحب الجريد عليها بالشكل دوت كده البراميترز برضو انت حر فيها هاجي على اه السايز فروم انا عايز اه ويتس وهيط عشان ياخد الحجم بتاع المربعات من السلايدر بتاع الويتس ومن السلايدر بتاع الهيط انا هخليها هنا مثلا ولتكن عشرين في الاتنين هخليها عشرين لو انا زومت شوية خلاص عايز اللي انا عامله ان انا اقلل البوردر بدل ما هو خمسة اخليه مثلا وليكن بتلاتة وخلي الفيزر بواحد بيكسل وما تزودش علشان الديتيلز ما تروحش منك ما تهربش منك ممكن حتى خلي البوردر ده اربعة عشان يبقى فيه ديتيلز عندي ممكن ااخد الكالر بتاع الجريد ممكن ااخده اللون البرتقاني دوت خلاص ممكن انا افتح اللون البرتقاني ده سنة بس ااخد لون بيز او لون اساس بعد كده ااجي على الجريد انا غلطت في حجم غلطت ان انا عملت السولد دي تمام نفس حجم الكمب طب ليه غلط لان انا بعد كده هضطر او او مش هضطر في الديزاين هضيف افكت البولر والبولر لو ضفته هيقلب لي السولد دي لدائرة لو اتقلبت لدائرة هيبقى فيه فراغات في الزوايا تمام بتاعة الكمبوزيشن علشان كده انا بس هشيل افكت الجريد وهروح زي ما انا للسولد تمام وهروح للسولد سيتنجز وهقول له بدل ما هي الويتس بتاعها بتمنمية خليه 1200 وبدل ما هيت مسلا بربعمية ستة وتمانين خليه مسلا بتمنمية بالشكل ده كده في الحالة دي اقدر ان انا اضيف بقى الجريد وانا اا متطمن مش 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 هخاف بقى من انه يظهر لي اي فراغات بعد كده اروح لي البوردرز اخليها باربعة اروح للفيدر اخليه بواحد بيكسل خلاص بعد كده اروح للالوان احط اللون ده وبعد كده ممكن ان انا افتحه سنة بعد كده بقى عشان نشوف احنا هنعمل ايه هنروح على افكت البولر علشان اعيز ادي زي عمك خلاص للدزاين بتاعي احط افكت البولر بالمنظر ده اقوله الاول الانتر بوليشن بتاعك او الاماونت بتاعك بمية زي ما انت شايف هيديلك الشكل اللي انت شفتو دوت لانه بيحول من شكل دائري الى شكل مستطيل انا عايز العكس عايز احول من ركت تو بولر بالمنظر انا شفتو حتى بالرغم كويس انها ظهرت بالرغم ان احنا عملناها الصولد حجمها اكبر من كده لكن برضو شفتو دي الفراغات اللي كنت بتكلم عليها يبقى احنا محتاجين ان احنا نروح نزود الصولد شوية بدل الويتس اه ب الف وماتين نخليه ب ب الفين ونخلي الهايت اعتقد الهايت زي ما هو مفيش في مشاكل لو عملناها كده اعتقد انها المفروض بقى انها تزبط تمام ممكن لا مش ممفيش هنا حاجة طيب نعمل فيها ايه بقى عشان تزبط طيب تعالوا نتكلم في الانكر احنا كنا عاملينها كام نعمل هاش دعوة خليها الف زي ما كانت اه نجرب في مين في مين في مين طيب نجرب نشيل الجريد تمام ونجرب نشيل البولر ونحطهم على الحجم الجديد نحطهم على الحجم الجديد طالما هو زعلان كده نروح على جريد ناخده نسحبه هنا نخلي اه ملويتس ولايت ونخلي دي عشرين ونخلي دي عشرين تمام وخلي الفيضر بواحد تمام? وناخد بعد كده البولر نسحبه هنا ونخليه من ونخليه مية تقريبا هو عايز بقى في الهيت مش في الويتس بدل تمنمية خليها الف كده مصبوط طب نرجع بقى الهيت زي ما كان عشان ما نبقاش الويتس زي ما كان علشان ما نبقاش ايه هنعالج حاجات آآ ما لهاش لازمة الف ومئتين تمام هو كان عايزة في آآ الهيت طيب بعد كده نقرب شوية بالمنزر ده طبعا كبيرة قوي ليه لان البوردر آآ ده عملت البوردر عشرين انا مخدتش بالي هنعمل ده بعشرين ونعمل البوردر باربعة آآ كده زبط تمام بالمنزر ده وكده ناخد بقى اللون علشان بالشكل ده ونخلي البلند مود بآآ هارد لايت صوفت لايت تمام نخليه صوفت لايت بالمنزر ده كده نايس قوي حلو قوي اللي هيظهر هنا ده ده بالنسبة للآآ للجريد اعتقد شكلها آآ كويس جدا تيقلي مفيش فيها اي كلام تيقلي طبعا بقى بتغيير آآ بتغيير بقى الفراكتال نويز البرامتر زبتاعت آآ الفراكتال نويز ممكن تحصل على حاجات كتيرة جدا مثلا ده سويري ده سويرلي بس سويرلي كويس بس سويرلي هيحتاج منك انك تعمل انفيرت تمام علشان ما يفتحش منك العملية قوي خلاص ممكن ما تعملش انفيرت لكن تقلله الكنترست بتاعته شوية خلاص وتزود الاضاءة سنة بحيس يدي لك الافكت دوت طبعا في حاجات كتيرة جدا جدا ممكن لو انت غيرتها حتى في بتاع الكاليديا بص يعني اللي بيحصل ايه ان هو بيكرر وحدات التكرار زي ما قلتلكو قبل كده خلاص بالشكل ده بتلاقي الحركة بتتنفذ قدامك اربع خمس مرات لكن لو مية في المية بيبقى قدامك واحدة واحدة بس طبعا فيه ستارلش فيه فلاور هم اشهر اتنين بصراحة بيستخداموا اللي هم الفلاور والستارلش اتمنى يكون الدرس كان مفيد تمام شكرا ليكم كان معاكم مهندس احمد رحمان رياض والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته